الواحد لو نجح في هذا الملف واستمر بالعزيم اللي جوادي وبشكر زميل العزيز ابراهيم الطيب قيس التحرير لانه الحقيقة هو الاشارة الواضحة لهذا الملف ان احنا نشتغل فيه وهو بشغل صحفيا على الملف الصحة عموما فالحقيقة هو بيحطنا فيه نقط وبيحطنا فيه ملفات الحقيقة صعب جدا جدا انه احنا كنا نتوقع هذا النجاح لانه احنا بنعمل اللي علينا وكل حاجة بيضربنا صحنا وتعالى فالملف ده ملف الادمان ملف الصحة عموما احنا يعني فيه جزء كبير جدا من الحقيقة ارادتنا يعني اسلام اللي تحت ده مش عارف هل الصوت فيكو الصوت موجود ما فيش صوت اسلام اللي تحت ده من اول مركز المينيا مركز العزيمة في المينيا وبعدين روحنا لابو سليم في العبسية قال لنا انا شفتوكو في العزيمة فانا خدت عزيمة ان انا ابطل وان انا اتوقع ان انا فيه من الايام هل اقابل حضرتك زي اسلام ما قابلك وجده فالحقيقة كان جزء كبير من ساعدتنا بيبقى متوقف على ان احنا نساعد الناس انها تتغير الزوجة اللي هنا بتتكلم يعني بتقولك بقولها هو تعبك قالت اه تعبني تعبني جدا بس الحمد لله النتيجة مرضية دلوقتي وانا مبسوطة بالله حصل الاربع حالات فيه حالة طبعا ربعا نبقى نجيبها لحضراتكم ان شاء الله يوم الجمعة الاربع حالات بيقولوا انه الاسرة هي العماد الزوج والزوجة الموقفوش جنبه بعض في صراء وضراء يبقى استحالة دي تكون يعني حالة حالة عقلية حلوة فلازم احنا دعمه وسند احنا ظهر بعض زا ما بيقولوا فهنا الزوجة لما زوجها هي 16 سنة مدمن يا تعافى والزوجة لما نيجي نقول لها نسجل معاك هالحاداتك عايزة تطلع تقول يشرفنا أنا لازم أتكلم عن التجربة وبتتكلم بطبيعتها جدا الزوج أنت كنت مدمن تحب تطلع قال لي كلمة حلوة قوي زي إسلام ما قابلناها في مركز العظيمة في المينيا إسلام بعد ما مشينا هو شديني كده من الملابس بتاعتي وقال لي أنا عايز أوجه رسالة لولدتي قلت له أنت مش قلقان مش خايف قال لي لا لأنه طول يعني جزء كبير من حياتي الناس عارفيني أن أنا مدمن فأنا أول مرة أطلع أقول لهم أول مرة أطلع في التلفزيون فأنا عايز أقول لهم أن أنا تعافيت هنا أنا الحمد لله رب العالمين بدعوات أمي وبشأة أمي وبدفع أمي وبمسندة أمي وبمسندة أخواتي الحمد لله رب العالمين أنا بتعافي وهرجع لهم إسلام بقى الإسلام اللي أنا أقصد في الأول والآخر دعم الأسرة الموضوع مش متوقف على الطب بس خالص عندك مشكلة بتمر بيها زي الإدمان كده مش هتتعالج إلا بوقف أسرتك جنبك طب حضرتك بقى أسرتك ما قفتش جنبك وانت تعالجت برضه ده نعمة وخير وفضلة من عند ربنا تاني ملف الإدمان ده واحد من الملفات اللي لازم نخلق تقريباً 2% من المصريين تقريباً أو 1.5% أو ما بين 1-2% أو ما بين 1-3% من المصريين الحقيقة الإدمان ده مسيطر عليهم فالعبد مش كبير بس في إمكاننا إن إحنا نحلوا عند حضراتكم برنامج هاتوا الصفحة تاني يا شباب واخد على عاتقه هذا الأمر لما طب حقول لكم على حاجة هاتوا الصفحة الأولى كده يا شباب هاتوا الصفحة الأول يا شباب هاتوا الصفحة تاني للبرنامج قدام حضراتكم أرجوكم يعني ما فيش مزيع بقى هاتوا 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 الاطار العامل إحنا بشتغل عليه أنا بقول لحضراتكم تاني إحنا مدين إيدينا لحضراتكم وبكل سرية وإحنا مش هنعمل حاجة بحضراتكم إحنا هنديك 16 23 28 16 0 23 يعني يعني عند بعزين في 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 حالة حالات ونكلم الناس في مستشفى العباسية ونكلم الحالات المستشفى الإدمان أو مستشفى الصحة النفسية الموجودة في المطار وناس راحت اتعالجت وخرجت الحمد لله رب العالمين وناس بتتعافى وراجل كمعات 80 سنة بيقول ابني ابني بيضيع ابني بيكذا ابني كذا ابني كذا كلمنا المستشفى وكلمنا الدكتورة من النعب مقصود وخرجت الحالة على عطيقة امبارح امبارح ابنه خرج اتعالج قاعد 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 تقريبا حول شهر اتعالج وهيتعالج وهيستبر في العلاج لحد ما يبقى شخص نافع جدا لأهله والبلده احنا ما بنقولش ده احنا انا قاسف يعني احنا بنعمل جميل في حد لا ده من صميم عمالنا من صميم عمالنا حالتكم هتشوفوا الحلقة يوم الجمعة هتشوفوا هيبقى الساعة 9 مساء هتشوفوها هتلاقوا شكل مختلف جدا من اشكال علاج الادمان من مراكز لعلاج الادمان اكل رعاية رياضة معنويات مساندة كل دكاترة الدكتور عمرو عثمان اشكرك يا فندم صندوق علاج ومكافحة الادمان وفي المقدمة سيادة الوزيرة القباش باشخ رحضتك يا فندم شكر جزيل رئيس مجلس الاطارة والدكتور عمرو عثمان وكل الاسد سازمتحة وهبز منا العزيز الدكتور احمد القتام يا فندم انا بشكرك شكر جزيل انت مدير برامل علاجية محترم وخدير ولك منا كل التقدير وعندك رؤية كبيرة جدا وعندنا كل الناس السادة اللي هو اللي قابلنا هناك وعندنا مجموعة كبيرة جدا من الناس سجلنا معهم حضراتكم شبهم بإذن الله من الجمعة وبكرة برضو اللي هو النهاردة الخميس بإذن الله حلقة الخبيث برضو هنعمل عط نحن نشار من الساعة تسعة وبكرة يعني ويوم الجمعة من الساعة تسعة يعني اللي هو ممدوح متولي مدير المركز العظيمة خلينا أشكر يا فندم مدير مركز عمد بور فؤاد وأنا أشكر حضر يا فندم شكر جزيل